بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا في حاجة في حياتنا كده ما نقدرش نعيش من غيرها ناس كتير فاكرين انه هي شيء من هامش الحياة او شيء من الفضل في الحياة لكن هو في الحياة ده مش صحيح اللي بياخل حياته من هذا الامر اللي احنا هنتكلم عنه بيبقى حياته كأنها نقصة كأن فيه فراغ في حياته كأنه فيه خواء وعشان كده احنا كنا لازم نجلس مع الجليس ده الجليس ده بيدي لحياة نطعم عارف كده لما واحد يعيش حياته وما لهاش طعم اهو الانسان بعيش حياته كأنها عدمة ما يقدرش يحس بالسعادة فيها اذا فقد الجليس اللي احنا هنجلس معه النهاردة ده الجليس اللي هنجلس معه النهاردة ده هو جليس حب الخير للناس وخدمتهم هذا جليس عجيب هو اللي بيخلي الانسان حاسس ان هو انسان وعشان نقدر نعمل ده احنا كنا لازم نشوف تجربة حد فيها مارس حب الخير للناس وعاشوا وبيداوم عليه ونشوف قد ايه حب الخير ده بيعمل ايه في حياته ومن اهم اشكال حب الخير اللي احنا بنعيشها الاطعام وعشان كده معانا الحج حيات عبد المنعم عشان نسألها عن تجربتها مع حب الخير ازاي حضرتك يا حج حياتك الله يسلمك ازاي حضرتك يا مولان ايه الاخبار الحمد لله والله بخير ايه اللي دفعك تعملي العمل الخير اللي انت بتعمليه ده وقت اللي هو متعلق بالاطعام اول حكاة ايه ايه تجربتك مع الاطعام والله انا بحب الاطعام يعني انا بسعت من البيت اصلا والدي كان عنده حب الاطعام ده شديد جدا يعني كان في رمضان يعني لو ما يعودش يفتر الا لازم يفتر ناس قبل ما يعود يفتر حلوة فده علمني ان انا يعني حبيت الاطعام وبركت الاطعام مع البيت يعني بيدخر نور في البيت بس حدريك عملت تجربة خاصة في الاطعام ايه بقى التجربة الخاصة بتاعتك في الاطعام دي والله انا عملت اطعام كتير يعني الحمد لله بفضل الله وطلعناه الدار ايتام وطلعناه الدار مسنين انا واولادي واخواتي وكده بنعمله وصحباتنا معانا يعني يعني حدريك بتعملي الاطعام ده بتعملي الاكل في البيت بعمل الاكل في البيت وبعمل رز بلبن حلو يعني جنب الاطعام أنا لسه ما دوقتش عشان ورز بلابن حلوة بس إن شاء الله يطلع حلوة إن شاء الله يبقى إحنا دلوقتي بنعمل الأكل في البيت وبعدين بنطلع نوزعه على الناس أيها بس يعني ما بتشتريش حاجة جاهزة لا لا ما بتشتريش جاهز بعمل كله في البيت أنا أصلا بحب يعني أعمل بإيدي بحس براحة نفسية جمدة جدا لما أعمل الإطعام بإيدي ويتوزع لسه كنت أسألك لكن أنت بتشعوري بإيه بقى لما بتعملي الإطعام بالطريقة دي أنا أنا بحس إنها عبادة يعني الأول بحس إنها عبادة الله وقف تالي حاجة بحس بإطمأنينة ورحة نفس وبحس إن البركة بتدخل على بيتي وبيت أولادي يعني أنا بعمله بنية الخير لأولادي والبركة والنور وحساتي بالبركة ده والنور في البيت ده طبعا ده أكيد ممكن تقولي لي أهم مظهر بركة اللي حساتي بيه في البيت عندكم من غير حسد يعني ربنا يبارك لكم إن شاء الله الله يخليك ربنا يخليك الله يخليك أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا يعني صحتي على قد يعني تعبانا شوية يوم بعمل لا يخليك يوم بعمل الإطعام بحس إن أنا نشيطة جدا وفي بركة في صحتي وبعد مدة طويلة صحتي كويسة جدا الله وأكبر إن شاء الله وفي موقف معي مع الإطعام يعني موقف كان جامد يعني أنا كنت روحت الدكتور وعمل إشعاعات بحسات كده وقال لي أنت عندك ورم سلم يا رب وبعدين الحمد لله بفضل الله عملت الإطعام بنيتن ربنا يسرف عن السوق روحت الدكتور تاني الحمد لله بفضل الله قال لي ما عندكيش أي حاجة عملت تحليل تاني وإشعاعات تاني قال لي ما عندكيش أي حاجة الله أكبر قلت إن دي بركة الإطعام اللي أنا عملته الله أكبر ربنا يجعله إن شاء الله في مزان حسن هل عمري فكرت إن أنت تسيب الإطعام؟ لا ده أنا نفسي عمله كل يوم والله نفسي عمله كل يوم ووزعه بنفسي كمان كل يوم بتعملي إيه لما نفسك تقولك إن الإطعام ده تقيل عليك والعمل دوت والخدمة ديت إيه لعليك بتعملي إيه؟ يعني أنا ما بسمعش النفسي تقولي كده لإن أنا بحب الإطعام أنا بحيا بالإطعام يعني بحس إن نفسي وجسدي وكله بيحيا بالإطعام ربنا يزيد عليك النور والبركة ويتم عليك بركة الحياة وإن شاء الله يملى ويجعل النور الإطعام ده يسري في حياتك وصحيح زي ما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعنا من حج حياة سمعنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول شكرا حج حياة وإن شاء الله ربنا يتمم عليك خير الإطعام ويجعلك إن شاء الله دايما نور وبركة على اللي حواليك وعلى بيتك وعلى كل من يحبونك